على بساط أحمدي تضع ملفات الفساد أمام الرأي العام في العراق فكل طرف يخرج ما بجعبته من ملفات ويرميها في مرمى الطرف الآخر للفوز بالنهاية في اللعبة الانتخابية لكن حتى اللحظة لم يتم تقديم مسؤول أو جهة للمساءلة فضلا عن أن يتم التعامل بجدية مع تلك الإخباريات آخر ما تم كشفه كان عن استدادات الحكومة في بغداد مبلغ 25 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولتؤكد النائبة نجيب نجيب عضو اللجنة المالية البرلمانية عن أن منح القروض ما زال مستمرا دون أن يعرف أحد إلى أين توجه هذه المبالغ والأسباب وراء اقتراضها اللافت في الموضوع بحسب كلام النائبة هي أن كل تلك القروض التي أبرمتها الحكومة مع العديد من الدول كأمريكا وبريطانيا وسويسرا وألمانيا والسعودية والكويت كانت تتم من دون علم والطلاع البرلمان عليها ومن دون معرفة شروطها وإلى أي مجالات يتم توجهها نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي لم يكن بعيدا عن هذه الأجواء فهو الآخر صواب سهامه على الحكومة وفسادها في تضيع ما وصفها بالفرص الضائعة الكثيرة التي من شأنها إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد الرجل انتقد مثلا الذهاب بوفد إلى مؤتمر الكويت لا علاقة له بالموضوع من قريب أو بعيد وقدم مطالب مبعثرة حولت المنح إلى ديون تنهيك سيادة العراق وترهن مستقبله مطالبا في الوقت ذاته بمحاسبة المسؤولين وعلى رأسهم محافظ البنك المركزي وكذلك فتح صفحة للتحقيق في مجلس النواب مع أن علاوي يعلم أنه ليس بالمطالب ولا بالتمني ولا حتى بالكشف عن الفساد وحده يحمي العراق من المفسدين وبالمناسبة فإنها نفس النتيجة التي خلصت إليها تقارير المفتش الخاص بإعادة الإعمار في العراق حينما توصل إلى تشخيص واضح لفشل شبه تام في هذا الموضوع المفتش استند في خلاصته إلى حجم الأموال التي صرفت على إعادة الإعمار بين عامي 2003 و2010 والتي أثبتت هدر أكثر من 200 مليار دولار ليقول في نهاية المطاف إن هذه المبالغ انتهت إلى أكبر عملية فساد في التاريخ ترجمة نانسي قنقر